يحاول الكثيرون الهرب من الالتزامات اليومية بممارسة سلوكيات غير مرغوباً بها والنتيجة هي السيطرة على الجسم بهذه الممارسات وصعوبة التصرف فهل فكرت كيف يمكنك الإقلاع عن هذه الممارسات؟ وما هي الأشياء التي يجب القيام بها لتغيير هذا السلوك؟ يؤكد العلماء على أن الرغبة في التخلص من هذه العادات السيئة يبدأ في العقل قبل الجسد فالدماغ هو القادر على إقناع الجسد ولا يستغرق ذلك وقتاً قصيراً أو طويلاً بل يعتمد ذلك على مدى الاستعداد للإقلاع عنها وطريقة التفكير ومن الممارسات التي يمكن اتباعها للتخلص من العادات السيئة هو البحث عن بدائل وسلوك مختلف ويجب محاولة تغيير البيئة لجعل السلوكيات غير المرغوب فيها صعبة للتنفيذ قدر الإمكان كما أن عملية التذكير الذاتي مجدية جداً للتخلص من العادة السيئة فتحث العقل باستمرار لإخبار جسدك بالأمر وينصح المختصون في حال استعصى الموضوع عليك أن تجند شخصاً آخر للمساعدة وهي وسيلة قوية لمشاركة النصائح والحيل لتحسين استراتيجيات تغيير السلوك مع إبقاء نفسك مشغولاً وعندما تتوقف عن عادة سيئة عليك الانخراط في شيء تحبه فيكون من الأسهل عليك البقاء بعيداً